باش مهانس أنتونيوس قبل ما نخش في تفاصيل مسألة رقمانة الحكومة ديت يعني الناس شايفة المرة دي الموضوع مفهوش هزار الرئيس مصر على إنه تكون نقلة نوعية زي ما قال النهاردة في الاجتماع بينما الواقع يعني هل هو يعني لازم تسود قوي عشان نحس بالفرق ولا لقيا أنا كنت بقول في المقدمة إن الإنسان لما بيجي يقدم في شغل دقتي بيتطرد منه عشرين ورقة بخمسة وعشرين جهة يعني أنت لما بتروح تجيب كعب العامة ويقول لك لأ فين بقى الأول الرقم التأميني اللي تجيب به المقدة دي التأمينية وكل حاجة في ناحية وكل ده موجود عندهم بسمح لي رضي أحرك في حتتين حتة الأولى سيادة رايس عنده إرادة سياسية فعلية لتفعيل التحول الرقمي داخل مصر صحيح وعلشان كده لو رجعنا الخطة مصر 2032 وقرناها كويس هنسمع جملتين كده دايما اتبانى عليهم الخطة كلها المعرفة الأول ثم التحول الرقمي عشان كده اتعامل بنك المعرفة المصري وعشان كده اتعمل مناصة مصر الرقمي لتحول الرقمي فده الأول في إرادة سياسية فعلية على أرض الواقع لتفعيل التحول الرقمي وقبليهم المعرفة داخل مصر واتبانى عليها كل خطة مصر 2030 ده الجزء الأول الجزء الثاني الخاص بيه الأوراق المطلوبة طيب خليني بس أقوله حدلك من قلب بقى الأحداث زي ما بيقولوا اللي بيحصل إيه في العملية التحول الرقمي التحول الرقمي في مصر كانت كل وزارة وكل هيئة وكل جهة عندها داتا بيز أو قاعدة بيانات خاصة بيها منفصلة عن كل قواعد البيانات اللي موجودة تمام قاعدة البيانات دي اللي دخل الـ Data Entry أو دخل البيانات دي دخلت من واقع أوراق مكتوبة بخط يد المواطنين طيب فمن الطبيعي وأنا بقى أرى خط يد المواطنين بس ماضي عليها والخاتم عليها الموظفين مش معترضين بس في خط اليد ممكن أغلط وأنا بدخل البيانات لأنني مش عارف أقرأ الاسم صح ممكن أكتب حرق أكتب أرقام مش واضحة فأكتب رقم مشابه فبالتالي مش كل البيانات المسجلة على قواعد البيانات ممكن تبقى صحيحة ما في المياه فبالتالي لما حاولنا نخش بقى في حتة التحول الرقمي إحنا بنجمع قواعد البيانات من عدة جهات مختلفة ووزارات مختلفة وعايز يا جماعة عايز أقبط لأ عايز أقبط عايز أخد نفس الشخص الموجود داخل هذه الوزارة أقبط ببيانات الشخص الموجودة في الوزارة والمطابقة لما أنا يبقى عندي شهاد تلميرات موجودة من هنا ومن هنا ومن هنا الاسم اللي مش باينها يوضح اللي بيحصل بقى في عملية التنقيح دي أنه تاخد وقت ووقت كبير جدا ليه؟ لأن الأخطاء ما ينفعش تتصحح بشكل عفوي أو بشكل أنا شفت أنه من وجهة نظري كذا فالحقائق مش وجهات نظر؟ الراجل اسمه كده ولا اسمه كده؟ فالتنقيح هذه البيانات بياخد وقت كبير خلينا أقول له حضراتك بقى على سبيل المسال عشان النقطة دي مهمة جدا مناصة مصر الريقومية لما بدأت بدأت بعدد خدمات قليلة طبقاً لقواعد البيانات اللي تم تنقيحها وصلت النهار ده 168 خدمة موجودة من 9 وزارات على مناصة مصر الريقومية من المتوقع أن مع نهاية 2023 تبقى 600 خدمة على مناصة مصر الريقومية طب المراحل دي بتاخد وقت ليه؟ بتاخد وقت في عمليات تنقيح البيانات ده زائد أنه برضو عايزة راجع لنقطة مهمة مش كامل قواعد البيانات أو كامل الـ Data Base في الهيئات كانت كاملة يعني ممكن يكون فيه مستند أو 2 أو 3 الحضرتك داخل الهيئة مسجلين على الكمبيوتر وعندي 20 مستند تانية مش مسجلين فبالتالي كان برضو في عملية التحول الرقمي في بعض الأوراق مازالت أوراق موجودة داخل الأرشيف ولكن لم تحول رقمين للحكومة الزكية اللي كان بيتكلم عنها في التسعينات دكتور كان اسمه إيه؟ دكتور أحمد نظيف دكتور أحمد نظيف أستاذنا كان في هندسة القاهرة خلينا أقوله هو اللي أسس ده هو اللي كان بيعمل ده ولكن ما كانش فيه الارضة السياسية الأمنية الفعلية نحن نكمل ده عشان كده فضلت قواعدة اللي كانت منتشغة ومتطفتعة دكتور أعايز أسألك على حيث